معني العمومية والخاصة ويلقوا خدمة بنسبة تشغيل شدوا عندكم ليح لخطرها مرتفعة جدا تجاوز 8% يدخلوا يخدموا بشكل سريع جدا مستوية إدماج عالية ولكن رغم هذية الكل دي ما فهم صورة سلبية للتكوين المياني ما حابتش تتنحها بالكل مش كان مجتمعنا التونسي لأنه فهم العديد من المجتمعات والدول حول العالم يحملوا نفس الفكرة باعتبار أنه هناك تقليص وتصغير لحجم وأهمية التكوين المياني رغم أنه زاد العديد من دول العالم لانتهجة سياسات مختلفة أصبح التكوين المياني ركيزة أساسية في التعليم والاقتصاد بالنسبة لهم وحتى اختيار أول ما هو اختيار ثاني كما يمكن مش نحكيه مع ضيفنا اليوم سيد حامده زرامديني مدير سويس كونتاك تونيزي مرحبا بك مرحبا شكرا على الاستضافة شكرا لك على الحضور صحيح لك لماذا اليوم فما رغم الأرقام الإيجابية لكل التكوين الميهني إلا أن الصورة ديما ما زالت مش كما لازمها تكون صحيح صحيح ورغم العدد اللي قدمته أربعين ألف هو لحقيقة أقل برشة من طاقت الاستيعاب الموجود على المستوى المنظومة الوطنية لتكوين الميهني في تونس اللي هي مت متركبة من عدة مدخلين مدخلين عمومين بالأساس فهم أربع وكالات عمومية الوكالة تونسي لتكوين المهني ووكالة الرشاد تكوين الفلاحي في مجالات الفلاحة الوكالة التكوين في منهان السياحة كيف كيف وزار الدفاع عندها أربع عشر مركز الثرري وفهم مدخلين خواص تبقى الاقبال على التكوين المهني محتشم خاصة في عدة مجالات اللي هي خاصة تتوفر عروض تكوين في المهن العادية اللي هي اليدوية اللي عنها فما اقبال على بعض المهن كما مهن الخدمات كما بعض المهن اللي هي دلت تاقة تشغيلية كبيرة يقبل عليها الشباب أما فما عادة مهن مزال عليها عزوف وهذاك علاش الشباب اللي يقبلوا على التكوين المهني أقل برشة من اللي يطمحوا لمسار تكويني يرتقي حتى التعليم العالي ولو يقبلوا باش بعد ما يخذوا الشهادة الجامعية عاودوا يرجعوا نفس المنظومة التكوين المهني باش يتلقوا دورات باش ينزجوا مساريع ولا يعاودوا يدامجوا في سوق الشهر شو اللي يخلي الفكرة بالسلبية هذية رغم النجاح ورغم يمكن سرعة الإدماج شو اللي يخلي فما مشكلة كالكوبا غمانتها أنا حسب اعتقادي المشكلة بالأساس هي مشكلة المجتمع التونسي اللي منذ سنوات عديدة تعودنا وأنه نحبوا نوصلوا أبنائنا إلى مراحل تعليم عالي أنبوس حتى الجامعة أولا كما قلت لك ولو نعرفوا أنه مش نتلزل نعمل ركونفرشان ومن بعد نعمل تكوين مهني قصير المدى وهذا من الحلول اللي احنا نعفروه مثلا توا أما نطمحوا باش نوصلوا لدرجات تعليم عالي ومن الإشكالات الأخرى اللي هي يمكن تعيق الأقبال الورشة وأنه مفهماش من عبروا علي على باسرال النقاط ضعف المنظومة التونسية التكوين المهني التونسية وأنه الشباب في وقت من الأوقات ما عادش عنده إمكانية وأنه يتابع تعليم عالي اللي هو نقاط قوة في بلدان أخرى كما في سويسرا في سويسرا تقريبا جل الشباب يمشيوا لتكوين المهني ومن بعد عندهم إمكانية كبيرة ينجموا في أي وقت يتحصلون على أشياء التعليم العالي في المسار المهني متعة في تونس هذا مافهماش لأسف فما على مستوى المنظوم التكوين المهني في حد ذاتها بين المستوى اللي هما ثلاثة مراحل تكوين الأربعة مراحل اللي هو أعلى مستوى النجم يصلوا الشاب في منظوم التكوين المهني المشكلة الاساسية وانه من البيتياس بش يعاود يندمج في التعليم العالي في المنظوم التعليم العالي ما فهماش اه مسارات اللي تأمن شي هذات. شو اللي يمنع انه هذي يصير? هل هذا نجم يكون مفسر زادة لانه قدامي رقم اخر اليوم اللي في تونس تقريبا تسع وعشرين بالمية فقط من الشباب اللي عمارهم تتراوح بين خمستاش وتسع وعشرين سنة قيدوا في برنامج من برامج التكوين المهني رغم اللي فمه طلب كبير عليه ويسوق الشغل. هو الموضوع اللي ربما يوجه الوزارة تشغيل وتكلمين اللي هي السلطة الاشتراف انا ملاحظين. اما السلطة الاشتراف قاعدين يخدموا عليه. الموضوع شائك وقاعدين يخدموا عليه وفما اه في اطار الحقيقة هو الموضوع يتعالج في اطار المنظومة الوطنية للكفاءات ديسبوزيتيف ناسيونال لعراش اللي يبدأ من من الاعدادية من المدارس الابتدائية المدارس الاعدادية التعليم الثانوي تكوين المهني التعليم العالي. المفروض فما تكامل من بين ثلاثة منظومات وهذا تقريبا فما على مستوى الوزارات. اه ما فما حتى اللجنة اعنا بهذا. فما استشارة وطنية معناها قامت بها رئاس الجمهورية على حسب اعتقادي. وفما مجهود كبير لتذليل هالعقبات مثل العقبات هذه وتمكن الشباب باش في اي وقت من من مرحلة مرحلة تكوين متاعه ولا في المسار الماني ينجم يعاود يأقلم المسار التكوين متاعه ويتمكن من متابعة تكوين اللي يفضي الى شهادات معترف بها في في سوق الشغل. يمكن العملية اختي توصف فيها طوى يمكن لسائل ان يتساءل يقول هل انه صعيب ياسر انه تصير بتاعها بالشكل اللي توصف فيه في بارشة دور فلوك توتحكي على سويس نعرف المانيا كيف كيف زى نفس الشي دوك صعيب المعاقدة العملية انه تفتح الابواب لجلب معتعدد اكبر او نسبة اكبر لتكوين الماني اللي فما حاجة كبيرة زادة لي وتغيير الفكرة المعتقدة دا والرؤية دا والصورة السلبية لي من خلال فتح الابواب النكرى وعندك الحق كما اليوم بتخرج جامعي وإلا اه حاصل على بكالوريا وتخلى الجامعة تعليم العالي ينجم يقص كل شيء ويمشي لتكوين الماني حتى الدارس في تكوين الماني زادة كيف كيف ممكن نتسطح الابواب لمجالات اخرى اكاديمية معناتك هو هذا العنصر الاساسي مشكل لبصرير والعنصر الاساسي حتى اعتقادي هو المجتمع التونسي والاسرة التونسية اللي تحب تدفع ابنائها لمتابعة تكوين حتى الاخران وفي هذا المجال احنا عانا في اطار برنامج تكوين ننجز فيه مع الوزارة بتنمونات سويسرية قاعدين نظموا في اه اه انفورام انويل اللي اعبوا النسخة منه عملناها في اه واحدة عشرين واثنين وعشرين ماي الفارتين في مدينة الثقافة والهدف الاساسي منه باش نعرفوا اه اه من مؤسسات اقتصادية اللي هم من سوق شغل المنتدبين من منظومة تكوين من ولدات يتابعوا في تكوين المهني ولا تابعوا تكوين المهني وادمجوا في سوق شغل باش نعرفوا نزيدوا نعرفوا منظومة تكمين وفوائدها والامتيازات اللي توفرها نحكي شباب بين بعضو شباب اللي هو ايه اما يقرأ تاو في تكوين المهني ولا مزاك يتخرج باش يقنع اللي مش يتوجه في السنة التكوينية الجاية انو فما اه في تكوين المهني مسارات وواعدة وتشغل الى غيره باش نقنوا الاولياء اللي يجوا مع ولداتهم هذا مجهود باش نساهموا في التعريف با اه جدوة ونجاعة التكوين المهني اللي هي تنجم تكون اه طريق مقتزلة ولا مقتصرة باش الولدات يا اما يندمج بسوق الشغل يا اما بالعمل مؤجر ولا ولا يبعث مشروعه من غير ما يمشي حتى يكمل يقرأ اه حتى يستوفي كل الامكانيات التعليم العالي ومبعض يعود يرجع خمم وقتها في 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 مصر المهني لانه اليوم ربطا بحديث كتي قلت هي الاشكالية اشكالية التقافة بالاساس وتقبل الاسرة التونسية اليوم وقتلي الاسرة التونسية تعرف اللي فما امكانية لابنها ولا بنتها انو اه تتوجه نحو المنظومة الجامعية وتعليم العالي حتى لو كان عاملة التكوين يعني يمكن فما امكانية القابلية والقبول اكثر دونك بالتالي الامور مربوطة شوية وبعضها كالتباقه مربوطين وبعضها مصيح مربوطين وبعضها دوك اه تسهل شوية الحكاية تسهل شوية واحنا تقريبا البرنامج اللي عنا نخدمه على الجانب هذا بتقريقة غير وباسرة وانو عنا مسار التكوين البرنامج اللي عنا نحنا للتكوين المهني التشغيلية ما ندخلوش في في عملية التكوين الاساسي اللي هي تفضل التعليم من عبره عن الفرماسة ونساء اما ندخلو من بعد ما يتخرجو الشباب تعليم عالي ولا متكوين مهني محلولين عن هادة مسارات باش نبينو زادة للمجتمع ولا حتى المؤسسات الاقتصادية لسوق الشغل ولا للمنظومة التكوين المهني اللي فما مسارات تنجم تكون ذات جدوى آآ لتقريب آآ شباب من من سوق الشغل وهذا ينجم يسهل آآ عملية آآ فتح المعابر وعملية اقبل الشباب على 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 تكوين المهني. حاسب تجربتكم تعطيكم مع آآ المنظومة التكوين المهني بشكل عام في تونستو ما كما كنت كارت تتعاملوا مع المتخرجين ما اكثر منه عملية التكوين في حد ذاتها. آآ شو اللي مطلوب بالاساس اليوم في في من المتخرجين في التكوين المهني ما خل نحكي على اختصاصات نحكي على دي سكيلز بتايتك زادة معينين يكونوا موجودين آآ عندهم عليش على خاطر زادة مرة اخرى في فكرة المجتمع التونسي او في المخيال الشعبي المتخرج من التكوين المهني هو آآ صاحب الصنعة اليدوية معنا في حين انه الموضوع مش 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 بضيء نجم يكون هكا لكن مش بضرورة مش بضرورة مش بضرورة هو حتى آآ اصحاب الصنعة اليدوية تاوا والات مع التكنولوجيات اللي كله ولا فهم تقدم كبير مثلا نحكيوا عن الفلاحة مثلا اليوقات قطاع في عزوف كبيرية سرباد مجيوش لح الفلاحة تاوا لا فهم تطور فهم اهلات فهم تكنولوجيا فهم اعلامية نحكيوا على الميكانيك مثال احنا في الميكانيك نخدموا عنا ستة اختصاصات في ميكانيك سيارات اللي جلهم ولد فيهم تكنولوجيا ومعاد شكل مهنة اللي هي آآ اللي نسميهم نحن للولاد يهربوا منهم وهذا في في اتار عروض التكوين اللي قاعدين قادموا فاقاعدين نبرهنوا عليه وباش الدورة متاعنا بالاساس ساعة نحبوا نشوفه سوق شغل يش حب الضبط من عند الشاب اللي تخرج اليوم واللي من الجامش ياخذو في في خلال المسار التكوين منه نتاعه باش ننقصه شوية من بين من عند انجون في البركورو متاعه ومن بين المؤسسة المشغلة تطلب الضبط المؤسسة المشغلة تحب ولو هي بدا تسام في منظومة التكوين اما تحب انجون من نهاره دونك احنا خدمنا شوية حتى عالسوفت سكيلز نس كل تحكي عالسوفت سكيلز نعالجو فيهم بصيفة تقريبا آآ موسعة اما المشاغلين احنا خدمنا مع عادة مشاغلين وحاولنا نحضروا انهم لسنك سوفت سكيلز كلي بور رشيرشي ونسايد لسانتغري في لفورماسون اللي نحلهم لسانك كمبيتنس ما نقريوهمش في سالة مساكرة ما في العملية البيداغوجية في حد ذاتها ونسايد انتغري لسوفت سكيلز رشيرشي بور رشيرشي بور اللي يخرجوا من 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 ضبط التكيين ولا حتى تعليم لعلي مش مستقلين مش مستقلين مش مستقلين يحب باقي كانوا وشوفناهم حتى في حب اسيستانس ومزال يتشوف يروحو كل الارتكولاشن من بين المسار اللي كان يتكون فيه مش يدخل تسوق الشغل مزال نقص شوية معنا كان هتصير ويررب تير من اللي كان موسيو يجي حتى في انا ترتين دونباش يقول موسيو يقول موسيو كانوا يصدرس ومزال محسش سروحو استاذ والكل مزال ما باش هو اخرج من من ما صار تكوين وباش وطوهو في سوق شغل ما زال نقص شوية. اه. لو شفي المشاغلين برشا يحب كالكين كي يرسبونسابل تعطيه انت عشية اما بور اه سيبرفزيزي باتني امبتيتي كيب ولا ولا برندرين ديسيزيون كل هذا يزاد مازال في كل روح حسب قصصيات المؤسسات. دكا. مؤسسة متاع كابلاج اوتوموبيل مثلا مش مؤسسة متاع افلاحة مش مع victim في كل مجال لاتونومية عاندها معاناها ول 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 لدوقري د见ه دastingجرة عن دوا معناه. تعليمات. في بعض الحالات. في بعض المهن ما 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 تطلبش برشة وانه يقعد يخمم اخو برشة. معنا حتى كونتون دي إنيسياتيف جيس كالليميت. دونك هذو ما اللي احنا نخذوهم في كل مهنة ونحاولوا ندخلهم. معنا ندمجوهم في مسار تكوين مثال اللي هو موجود في ولو انه اللي توصف في الكل سيد حمدا ينطبق على المتخرجين من التعليم العالم. نفس الشخصة نفس المشاكلة دي موجودة عن متخرج عامل اربعة سنين ولا ثلاثة سنين ولا خمسة سنين بعد الباك. ولا اكثر. عنده كيجيبش يدخل عنده مش في سوق الشغل نفس المشاكل تطرح. هو كان آآ عندكم شوك نفسلكم شوية احنا المسارات التكويني اللي عنه احنا عم في من بين عنده حامل شهات تعليم عالو لتكوين مهني. المهم عنده كفاءات دنيا. تخولوا باش يتابع الدورة التكوينية هذيك. عنا مثلا في بعض الاختصاصات بين بين فني بين بيتياس وبين مهندس. اللي هما عندهم اللي كومبتونس ميني مال باش ينجم يتابع دورة تكوينية تفضي الى اعتراف سوق شغل وانه السيد هذيك متخصص في 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 اي مجال. اما اما معناش آآ معناها دورات مفتوحة لخارجية تعليم العالي وحدهم ولا لتكوين ميني وحدهم. الى حد الان اللي مزال عنده مسار واحده اللي هما اللي نعبره عنهم نحنا بالفرنسوية اللي هما ما عندهمش آآ دي كومبتونس كيما المنقاطعين على الدراسة والكل اللي هما يزمهم آآ آآ تأهيل الميزة نيفو باش باش ينجم يتابع مسار تكوينية وهذا دينا نختمو عليه في مجال الفلاحة في آآ في شيرة بن زرت آآ في شيرة بن زرت آآ آآ اما اما المهم وانه احنا آآ الشباب الكل مهما كان مساره موجود في سوق شغل. وسوق شغل اللي هي في اغلب الحالات تتخمم كفاءات وسيفي الشهادة مفتاح باش تدخل للسوق الشغل. هذيك عليش ساعات بين مهندز وبين فني ينجموا يتحطوا يدخلوا في نفس الخطر المشغل في اغلب الحالات يشغلوا بالشهاية بالعطيرة الصحية. اما هو حاشته بموتن شغل. وهذا ينهزه عدة مرات المشاغلين معنا للمؤسسة التكوين. ونقعدوا مع شباب اللي في في اخر مراحل التكوين متاعهم. ويفسروا لهم شنو شغل كيفاش شنو عش حاشته وكيفاش يعتبر المورد البشرية. لانه مزال خاصة اللي ما عندوش حتى خبرة خبرة عمل سيفية متاعهم مزال في نس كل بنسبة لهم تقريبا كيف كيف. اكزاكتو اكزاكتو. حتى حتى عندو تعليم عالي اه مهندز بشيوس اللي شد اه شاف دوران ولا ولا شاف دي بارتمان اللي في النسبة اللي مش يشرف على هوا على الاشتراف عليه. بش عارف. تالو خدمة شنو ما نتيب دير رار وانسي تسوي. بش يفهم بش نختم معاك بحاجة ماشا كمان اللي عنده تساؤل اللي هما مستوى التأجير لانه زد المتعارف علينا مستوى التأجير للأسف ضعيف بالنسبة لتكوين المهني رغم الكفاءات اللي نجم تكون تصف فيها نجم تكون كل متوفرة لكن ما لغزمه على خاطر عمل تكوين المهني يكون مستوى التأجير متاعه واضعف. دايو حكيت عليه زنجينيو من قول الامارات يتم اختيار التقنين السمين. تسامل مو على خاطر الاجر اقل. اضافة الى فكرة انه يدهول لي تمام مناصب شبه مستحيل لنوصل لها معناتها المتكون مهني. ناخده فلاش بوخ سنرجو معاك في دقيقة جاوبنا على النقاط هذه بعض لحظات. تلكنا يا تكوين المهني نحكيه على الموضوع هذه بالاساس وضيفنا عن سويس كونتاك تونيزية سيد حمداز رمزيني مرحبا بك مرة اخرى. قلت ثم نقاط يدهول لي اساسية لي دي ما يتسألوا عليها مقتل نحكيه على تكوين المهني اللي هما مستوى تأجير الضعيف جدا مقارنة بالبقية رغم كل الكفاءات التي تجب تكون موجودة. اضافة الى عدم الامكانية للوصول الولوج الى مناصب عليا في الادارة بشكل عام. مستوى الحمد. هو الاشكالية متاع المستوى الاوجور يضر يمتعرف على ونسكو المتفق عليا في تونس واللي هي لربما من الاسباب الرئيسية حسب اعتقادنا اللي هي تدفع الشباب باش مي حتى كان يدخل الى تشغل دي ما يلوج باش يأما يغير المشاغل متاع ولا ولا يلوج حتى خرج البلاد. ولا يسلانس بور سن propre camp. ولا يسلانس بور سن propre camp. وطم ميو إذا كان هو إلا الاشكالية الكبيرة اللي هما فما عدد شباب بتاعوا يلوجوا باش يخرجوا من البلاد انتروطر لا خاطر لنفوت سالير اللي هو اللي هو ضعيف. اما هذه اشكالية يضر لي انا منجمش ان نخوض فيها برشة اه وحكيت الادارة وال والولوج الى مناسب عليا كيف كيف احنا لحقيقة اه انا حسب اعتقادي مزمش الادارة تكون هي المشغل الرئيسي توفي البلاد معناها فما خطط في الادارة وفما الادارة عندها قواعدها ولا في الارتقاء والمناسب في كل حال قد ما تطل تطلع بدرجة في المنصب العدد مش يقول مش يقل مينج مش يكون الناس كل اللي يجيبل. اما متاع التشغيل هو تنمية في دونس والقطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص. وضحت نوك القضية ازلية ومزلت مطروحة معناتها وللأسف شديد مش تحل وكان مش تتحل رو في القطاع الخاص مش في القطاع العام مش نكونو واضحين خطر فما قواعد لا تتغير في القطاع العام. وانتي واللي دارة وتعرف اللي فقم شوية جمودكم ما عندها في الادارة سعيد بيسي بتغير. ما يمنعش انا تكويني انا انا اتلقيت تكوين ماني في ثمانينات وبديت بسي ابي ووصلت مهندس اول ووصلت مدير في دارة مركزية. طوى ما زل ممكن هذا? ما للأسف ما عاش ممكن. ما لغوز ممكن. في الثمانينات كانت موجودة الامكانية. طوى ما عاش ممكن دي اسباب قانونية ايسانسيالما. في القانون موجود هول اما اما اللي تكست دابليكاسيون ما زلوا يتخدم عليهم في الوزارة مقاد اه برنامج تاخد معلي في نفس الاسيق اه استاذ حمد. احنا احنا ندخلو عن برنامج ممؤول من التعاون السويسري ونجزوه بالشراكة مع وزارة تكوين مهني وتشغيل وكل الايدارات والوكالات الرجعة لها بالنظر. الهدف الاساسي متاعه كما قلت لك التنقيس اللي هو من بين الكافاءات اللي يخرج بها شاب تكوين مهني ولا تعليم عالي مقارنة مش نطلب اسوق الشغل من خلال اه دورات تكوينية يقعت انجاز تشخيصها وانجازها بالشراكة مع القطاع الخاص مع المشاغلين. نجيو المشاغل سوق الشغل شنو حاشتك بالضبط في المهنة الفلانية مهنة الطاقة اقتصاد في الطاقة مثلا شخصنا ثلاثة اختصاصات اللي هما المشاغلين يقول لك لك لكنا نلقاهم في الشباب انا مستعد باش ننتدبهم. وفمسارات تكوين قصيرة جدا تمشي من ميات ساعة حتى الاربع ميات ساعة في اقصى الحالات كل اختصاص اختصاص شنو يطلب. واللب متاع التكوين هذا اللي هو نحطه في مؤسسات تكوين مهني عمومية نعاود تقريبا نفس ظروف العمل في القطاع الخاص. ويعاونونا فيه حتى المؤسسات كي ما قلت لك قبيلها نقولولنا مش نومة لكمبيتونس الحاشتك بهم ونحاولوا نخدموا عليهم مع بعضنا. ونحطه الشاب اللي هو اخذاش شاته وتخرج في نفس وضعية مشغل باش نقربوه اقصى ما يمكن سوق شغل. والمسار التكوين اللي كله يفضي بشهادة التخصص اللي هي معناه يحرزوا عليها المتكونين بعد ما يتعدوا قدام متكون بالاساس من المشغلين من من جامعات مهنية من من اللي هما يشهدوا اللي الشاب هذك رو في الكفاءات المطلوبة وهذاك تقريبا يزيد سهل عملية التشغيل وكل المسارات التكوين اللي عنا عنا فيه من نسب انجاز آآ يعني نسب 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 ادماج في شغل تتراوح من بين خمسة وسبعين حتى المية في المية عنا عدد المسار التكوين اللي فيهم المشغلين اللي يدخل اللي يتكون تعد على لنجلة انتقاء من عند المشغل اللي متاعه ويلا يتبري سيلكسيوني ومن بعد ما يتخرج مباشرة يقع ادماجه في المؤسس دونك هما نوع من الكريديبيليتية عند المنظومة لكل هاليد كأنو نحكيوها على سين سيرتيفيكاشن هداو هداو واللي خدمنا عليه شوية الحقيقة بتلب من الوزارة وحتى من الممول اللي هو تعاون سويسري وانو الشهادات اللي هي تفضيلها كل مسار التكوين بتانا هي اعتراف سوق شغل اكثر منه من شهادة وطنية اللي هي اه المسار متاحة ثقيلة لكل الفكرة وانو عندي مسارات تكوين وتعليم عالي يفضيوا لها شهادة في جلهم فلابل امام يقعدوا تقريبا دي جنراليست سوق شغل يتطور بصفة 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 سريعة ومنظومة التكوين الاساسي لا فرمسون انيسيال ديبلومات كي السواف تكوين من والتعليم العالية بتنجمش تكون السيري اكتيف باش توفر ولا تسير التطور التكنولوجيا متاع المهن في فوقنا الحالي باش تنجم تحط توضع برنامج تكوين جديد يزمك على اقل خمسة ستة سنوات باش توضع على سوق الشغل الكفاءة المطلوبة في الخمسة ستة سنوات هذوك تقريبا الحاجات تتطور من تسوق الشغل هذاك عليش احنا حطينا منظومة تقريبا من بين منظومة التكوين الاساسي اللي تفضي لشهادات وسوق الشغل منظومة سوبل تري سوبل اللي نجمه نحلو اليوم اختصاص غدوة يأمن سكروه اذا كان معاشي شغل وإلا انه في ايفوليوية حسب طلبات الشغل وتقعد لمنظومة التكوين اللي هي تفضي الى شهادات وطنية تخدم على روحها والآن سنسبير من من اللي احنا نعطيو فيهم باش باش معنا مع الوقت يوليو الكافيات الجديدة اللي طلبها سوق الشغل تدمج تدريجيا في في مسارة التكوين الاساسي ما اللي بديتو حطلتو قداش من شاب وشاب بتخرجوا من عندكم؟ احنا خدمنا برنامج آآ من لون بين هلفين وستعاش والفين وواحدة وعشرين كونا فيه تقريب سبعة الفخمسمة شاب بنسبة ادماج تتروح تقريبا في ثمانية في المياه البرنامج الجديد اللي هو اسمه تكوين انطلقنا في مرحلته الاولى الفين وواحدة وعشرين مش تواصل حتى ستا وعشرين الفين وستعاش في مرحلة ثانية بعد ستا وعشرين مطالبين باش نكونوا اثناشن الف شاب وشابة بنسبة ادماج اللي تقل على خمس سبعين في المياه من هنال الفين وستا وعشرين حاليا حتى الثلاثين جوان سنة الحالية كونا ستالف وخمسمة شاب وشابة تقريبا بنسبة ادماج كما قلت لك في تقريبا في السبعين خمس سبعين في المياه في نفس سيق البرنامج هذي تكوين في نفس برنامج تكوين اللي هو بتمولات سويسرية وينجزوا في اطار اتفاقية بين تونس وسويسرا ونحن نشرفه على انجازه ان شاء الله في الفين وستا وعشرين نوصلوا ونفوتوا للأثناشن الف شاب وشابة ونخدموا بارشة على الانتيجراسيون والبريز امام بتاع الديسبوزيتيف هذا بالمنظومة الوطنية نخدموا بارشة مع الوكالة تنسيل للتشغيل والعمال المستقل المثلا كما الوكالة تنسيل التكوين المهني كما المركز الوطني لتكوين المقاونين والتكوين المستمر وكيف كيف مركز الوطني اللي هندس التكوين وكيف رشده التكوين في ناحية عددت وكالات نخدم معهم أما باش المنظومة تاخذ اللي بون براتيك اللي عنا ويقع ادراجهم في المنظومة الوطنية واللي يدخلوا حتى لتمويلات في دار صندوق التشغيل وعنا مثلا مثلا في بنزارة مع مؤسسة عند حاجات كبيرة من التشغيل الوكالة التنسيل للتشغيل والعمال المستقل تساهم في نسبة من كلفة التكوين معنا نحنا ومعنا ومع المشاكل ختاما ناس برشا يسمعوا فينا يمكن مهتمين بتكوين المهني ما عندهم مش فكرة يحبوا يعرفوا أكثر يحبوا حتى يلتحقوا اليوم تحكي على تكوين هل ممكن الالتحاق بالبرنامج هزايا في الفترة الجاية وإلا فما مجموعات ولا جهات معينة تعاملوا معها فقط لا هو احنا لحقيقة عنا دورات تكوينية متالية حسب الاختصاص نعملوا بين ثلاثة واربعة دورات تكوينية يقع الأعلان علها في مكاتب تشغيل وفي مراكز تكوين المهنية المعنية حسب الاختصاص السطعة الشباب مثالе اللي عمل انيرترونيك يعرف المراكز المؤسسات اللي هي يخرجوا لون دورات تكوينية الموجودة سنون في مكاتب تشغيل كل دورات تكوينية يقع الأعلان علها في مكاتب تشغيل وفي مراكز تكوين المهنية دوك مزيل لأبو بمفتوحة فما دورات أخرى بشتصير وبسكن نحيطوها في مقاتب Kazuين六十esteem بشكل متويتر تقديبا شكرا لك شكرا على الحضور على كل التوضيحات التي قدمتها فانتظار اليوم كنيولي فعلا نجم متخرج من التكوين المهني يحس لأبوي بالدنيا محلولة قدامه كما أي شخص آخر شكرا على الاستضافة ونستدعوكم على عائل المكان إن شاء الله في دورة من دورات تواكبوا على عائل المكان لربما إذا كان في ملك المكانية موجودة كيفش تصير العملية على عائل المكان في أحد الاختصاصات عنا برشة اختصاصات في الجرون تونيس ولا في بنزارت ولا في جندوبا متواجدين تقريبا في 19 ولاية على نتاق الوطن إن شاء الله كل التوفيق لكم وللمتكويني نقعد معنا رجائين بعد شواء ومواصل معكم ديما في ايكم ماجر اكس بخصفين حتى الاربع متى العشرية